طيب من ضمن كمان الأخبار المهمة واللي بتتعلق بالنادي الأهلي خلينا أقول لحضراتكم إن فيه لجنة مشكلة من قبل مجلس إدارة النادي الأهلي عملوا لجنة اللجنة دي بتعمل كل الترتيبات وتضع تصور لاحتفالية كبرى احتفالية كبيرة جدا جدا لكل أبطال النادي الأهلي اللي شرفوا النادي الأهلي على المستوى الأفريكي والعالمي والأولمبي زي مثلا الأهلي في دوري أبطال أفريكي لعاب النادي الأهلي مثلا كانوا موجودين في الأولمبياد واللي جابهم دليات مثلا كل دول حيبقى ليهم احتفالية ضخمة جدا فيه لجنة مكلفة بوضع تصور لهذه الاحتفالية بما عادها الأنسب ويتم عرض هذا التصور للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بالمواعيد المقترحة وبالتالي بعد كده الكابتن محمود الخطيب يقرر هو مجلسه الموافقة على هذا التصور اللجنة دي اجتمعت مبارح واجتمعت كمان النهاردة ومشيين بشكل قوي جدا علشان يكون فيه احتفالية طريق بأبطال النادي الأهلي اللي حققوا إنجازات كبيرة جدا واللي فرحوا جمهور النادي الأهلي من ضمن الإنجازات دي بطول الدوري أبطال أفريكيا طبعا أحد أهم بالوطنط مش أحد أهم دي أهم طولة في قارة أفريكا فده سوء مميز جدا وأمور بيشتغل عليها النادي الأهلي بشكل جيد جدا